بكيلو اصدور فراخ هخليكي تاكل فراخ طول الشهر حاجة كده عظمة احلى كفتة فراخة تعمليها حاجة طحفة الطحفة ممكن تاكلها متحمرة وتاكلها بالصلصة ما تيجو نشوف الطريقة الطحفة اللي هتخليكي تاكل طول الشهر انت وولادك وكمان هتوفري في الميزانية وهي هتعمليها مرة واحدة لشهر رمضان وباذنك يا رب هتكفيكي طول شهر رمضان سهلة وبسيطة وموفرة للناس اللي مش قادرة تشتري لحمة في الغلدة فالفراخ هتسد معانا في كل حاجة باذن الله احلى طريقة لكفتة الفراخ بجد طحفة الطحفة وهتعجبك جدا وعلى ضمنتي تعالي نشوفوا الطريقة والمقادير عندي طبعا كبة ارشيا الالماني اللي بتشيل ستة لتر زي ما انتوا شايفين انا كنت جايبها من كيان ستور للناس اللي عليها طبعا الكبة المين يا جماعة مش مش سيني حطيت بصلة كبيرة وحطيت راستوم وحطيت ارنين فلفل اخدر شطة وحطيت ربطة خضرة شبط وبقدونس وكسبرة هحط جسط طيب وهحط السبع بهارات وفلفل وكمون فلفل اسود وكمون وشوية ملح زي ما انتوا شايفين كده وهضرب الحاجات دي كلها كويس جدا البصل والفلفل والطوم وخضرة المحشي ربطة الخضرة هحط هنا عندي كيلو لربعة دي رز او رز انا تحناه في المطحنة انت ممكن تشتريه من عند العطار مطحون او ممكن تتحنيه في البيت هتحطيه كده على الخضرة والبصل وهتتحنيه مع بعض هيبقوا بالشكل ده او ممكن تجيب الرز وتغسليه وتنشفيه وتتحنيه في البيت وبعد كده هجيب كيلو لربعة صدور فراخ انا فارماها وهندربهم كويس جدا في الكبة الجبارة دي دي كبة ارشيا الالمينيا بنات ما شاء الله عليها التحفة بتفرم الحديد زي ما قلتلكم عاملة زي حلة المحشي كده حجمها الحلة بتاعتها كبير جدا تشيل سلسة لتر وما شاء الله في منها الواحد لتر والاثنين لتر وتلاتة لتر واربعة لتر وخمسة لتر وستة لتر دي من توكيل ارشيا الالميني ومعها دمان طبعا وكنت جايباها من كيان استور زي ما انتو شايفين عجنت كفتة الرز بالفراخ كويس جدا شايفين الجمال جبت الزيت وبقيت اصبع الكفتة ما شاء الله عملت طبقين كبار وطبقين صغيرين وبنفس المأذير اللي انا عملتها كفتة فراخ عملت كفتة اللحمة في نفس كبة ارشا اللي كنت مشتريها من كيان استور زي ما انتو شايفين جبت الزيت وبادهن ايدي وبصبع الكفتة طعمها انا بحبها اكتر من كفتة اللحمة انا طبعا عشان عندي جزء بيحب اللحمة وجزء بيحب الفراخ فانا عملت كيلو لربع صدور فراخ وطلعت الكمية دي طبقين صغيرين وطبقين كبار وعملت نصف كيلو لحمة عملي الطبقين دول الكفتة اللي لونها فق اخضر آآ قامق شوية دي كفتة الفراخ واللي الفتحة دي اللي مدي البني شوية دي كفتة اللحمة عملتها بنفس مقادير كفتة الفراخ انا مقاديري واحدة التوابل والحاجة اللي بحطها على الفراخ هي اللي بحطها على اللحم وكده خلصت من الكفتة طول شهر رمضان عايز اقول لكم طعمها بيبقى طحفها حمر معاكو شوية فضيع كفتة الفراخ بجد انا هحمر معاكو كفتة الفراخ بصوا شايفين متماسكة واستحالة تقولي ان دي فراخ هتقولي لأ دي كفتة لحمة زي ما انتو شايفين شكلها عامل ازاي تعملها بقى بالصلصة وتاكلها كده انت متخيلة ان سدر الفرخة ده عمل لنا اللي انا باكل منها وعمل طبقين الكبار دول بجد طعمها يا بنات رهيبة وموفرة جدا وضحفة لو عملت جنبها شوية رز بشعرية وعملتها بشوية صلصة في رمضان موفرة جدا وماشاء الله كيلو لربع لحمة او نص كيلو او كيلو لربع زور فراخ بترمي كتير معانا